الحديث طبعاً على لقاء اختتامي لبرنامج مميز جداً التي تقوم فيه جمعية كاف مشبيه اللي من خلاله وطلاب الحقوق العرب في الكليات المختلفة في الجامعات الإسرائيلية عملياً تعمل على مدار شهرين في المكاتب الكبرى مع محامين كبار في مكاتب الكبرى في إسرائيل في قضية التدرب على القضايا الحقوقية وكيفية طرحة وكيفية طرحة أمام جمهور ونحن عملياً بصدد اللقاء الاختتامي فيه الطلاب كان لهم عرض ملف لافت في أمام محامين كبار فعملياً هذه تجربة استثنائية هذه تجربة رائعة جداً للطلاب للتعاطي مع الأمور القضائية أو الحقوقية وكيفية طرحة عملياً نحن نواكب عمل مسيرة الطلاب حتى وصولهم إلى مقابلات العمل للقبول للتدرب في المكاتب الكبرى بداية السنة القادمة ونحن نقدر أن نقول أن في السنوات الأخيرة هناك إزدياد متواصل في نسبة الطلاب والطالبات من المجتمع العربي في الدخول للمكاتب الكبرى وطبعاً هذا المشروع يدخل في مشروع أوسع استراتيجي لكام مشفير اللي فيه مدنا نشوف أكثر وأكثر التالنت العربي والطلاب الجمعيين والأكاديميين العربي يدخلون إلى سوق الأعمال في إسرائيل وليس فقط الدخول الأول وإنما التطور والوصول إلى مواقع إدارية ومواقع تنفيذية في هذه الشركات بغرض التأثير والتأثير إيجابياً على هذه الشركات والتأثير إيجابياً على مستوى المجتمع العربي طبية الحال نحن بشكل عام نتحدث عن أنه في اليوم مهارات عالية جداً والقول هو واضح جداً بقدر ما المكاتب والشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال الإسرائيلية معنية باستقطاب بقدر ما نحن معنين بالدخول إلى هذه الشركات أيضاً هذه المكاتب معنية بدخولنا إليها فعملياً هناك التقاء أو شراكة في الأهداف من جهة بشكل عام وعندنا كل القدرات وعندنا كل الكفاءات للدخول لاستنفاذ قدراتنا والشغلة الإضافية عملياً أن المشتركين في برامج كاف مشفية تحديدة يمرون بسيرورة واسعة جداً اللي من خلالها يتحضرون لدخول سوق العمل وليس فقط دخول سوق العمل وإنما التقدم وتطور في سوق العمل برنامج نواد الأكاديمي من قبل جمعية كاماش في هو برنامج الموجود بأكثر من جامعة وكلية بعدة مجالات مفعل مجال الهايتك والهندسة مجال الاقتصاد والحسابات ومجال المحامة عنا أكثر من 17 مجموعة اللي فيها طلاب سنة أخيرة احنا بنرافق الطلاب بسيرورة كاملة لمدة سنة كاملة اللي بنحاول نكسبهم المهارات اللي رح تنقصهم بسوق العمل مش بس المهارات كمان بنعمل النتوركينج بينهم وبين الشركات مكاتب محامة كبيرة وبنوثق وبنوطد العلاقة بينهم وبين المشغلين لحتى يقدروا يندمجوا بطريقة سلسة بالمجالات الكبيرة طلابنا يفتقروا للمرافقة اللي هي على شكل سيرورة وبالإضافة لشغلنا معهم كمجموعة احنا بنشتغل معهم كمان بشكل فردي وأشخصي كل طالب بتلقى جلسات استشارة شخصية من كبل الموجهة اللي بترافقه ساني كاملة اللي بيميز كمان البرنامج هو انه احنا بنتطرق لعدة جوانب بالطالب منه الجانب الشخصي جانب الصفات الشخصية الصفات المهنية وكمان العلاقات المهنية اللي رح يبنيها هو لاحقا مع سوق العمل ومع شركات كبيرة بالمجال بالإضافة انه طلابنا بالأكدامي يفتكروا لهذه البرامج اللي بتجمعهم كمجموعة واحدة من مواضيع متشابهة كطلبة قانون المقبلة على فترة الاستاج رح أبلش خلال الفصل الدراسي القادم أبلش أعمل مقابلات على أساس أني أقدر أسكر مكان للاستاج خلال الفترة ما بعدي التعليم بالنسبة للي برنامج زي هيك كتير كتير مهم لأنه هذا البرنامج بدمج ما بين الشغل العملي لبين الشغل اللي هو النظري اللي هي نكتب البداية بحث قانوني وبعدها منضطر أنه نوقف ونعرضوا عقبال أكبر شركات المحامة وعقبال محامين وشركاء بشركات المحامة أنا بآمن أنه كل منحة هي بتساعد كل طالب قانوني لأنه بالآخر كل طالب جامعي كل طالب جامعي هو طالب اللي بحاجة لهذه المبالغ وهذه الدعم بس بنفس الوقت إحنا موجودين بهذه البرامج على أساس أنه نطور من إمكانياتنا كطلاب قانونيين لقدام مش بس لهذه المنح بس كل منحة هذا براي هي إشي جدا أساسي بحياة الطالب الجامعي خصوصا العائلات اللي عندها أكتر من طالب جامعي بنفس الوقت إني من قسة أوقف عقبال أكبر الشركات المحامة وقبال ليش أعرف شو الفريق بين شركة المحامة هيرتسوغ لبين ميتار لبين كل هاي الشركات الأسمائي اللي جدا عالية بالبلان كتير بساعدني أعرف لوين أنا بدي أتوجه خصوصا زي ما حكيت سابقا لإني مقبلة على فترة استاج فكتير مهم لإلي أعرف وين أنا بدي أش أكتر مكتب بناسبني وين أكتر مكتب أعطى يحس أحسن لطلابه وأعطى أكتر اهتمام لطلابه فكتير مهم بالنسبة لإلي هذا البرنامج وكتير بكشفني للمرحلة ما بعد التعليم الجامعي جدا كبير بين التعليم الجامعي والنظري لبين أن أوقف وأعرض شو أنا تعلمت مناحية نظرية رغم أنه شغل المحامى إحنا منحس أنه هو عقبال الآضي بس أغلبه أني أنا بحضر وراع بأني بشتغل من نهية نظرية فهذا البرنامج جدا مميز فيه لأنه بعطيني هاي الإمكانية أني أمروا التجربتين كمان أوقف عقبال الآضي بس بمعنى هون الشركاء والمحاميين اللي موجودين لبين أني أحضر بحث قانوني بشمل كل الأوجهة تبعة البحث في مرحلة الدراسة وظيفة أو واجب على كل طالب أنه يجمع لنفسها أكبر أكبر عدد ممكن من الأدات أنه تفيده في المستقبل حسب رأيي هذا البرنامج بعطينا الإمكانية أنه نخبر نفسها وأنه نواجه صعوبات اللي ما ممكن نواجهها في حياتنا اليومية أو في حياتنا الدراسية طبعا تطوير الذات شيء جدا مهم في المصابقة المستقبلية على محل الاستاج وفي إيجاد مكانتنا في سوق العمل المستقبل أي منحة بتساعد أي طالب ولكن حسب رأيي المنح مفروضة تكون فقط حافز جانبي للدخول إلى هذه البرنامج حسب رأيي الحافز المركزي الدافع المركزي اللي لازم يدفع أي طالب أنه يطور من نفسه ويتشارك في مثل هذه البرنامج والتطوير الذاتي والتنمية الذاتية رأيي طالب بيوجه له أو بيحاول أنه يوصل له أبعد أماكن ممكنة التعرف على محاماة أو على محامية اللي بتتعامل في أعلى مستويات العمل أو في أعلى مستويات المكاتب تعطينا القدرة أنه نعرف شو متوقع منا في المستقبل تعطينا الإمكانية أنه نكتشف لمجالات جديدة اللي لسه ما اكتشفنا لها في التعليم ذاته طبعا معرفة محامية جدا أبواب جديدة تعطيك أدات جديدة لبناء مستقبل أفضل طبعا فيه فرق شاسع ما بين التعليم ما بين المادة النظرية أو البحث النظري في مجال الحقوق والقنون لبين المجال العملي الشغل هنا مع المحاميين بعطينا الإمكانية أنه نسكر هذه الفراغات ما بين النظري والعمل كوني شريك في مكتب المحامية حبيت التعاون هذا يزيد مع كفمشفي وصلنا إحنا سنتين مشتركين مع كفمشفي في أدة برامج واحد بالمرامجي برنامج نادي الحقوق أرجع شويل وراء أنا خلصت حقوق في جامعة تلبيب في سنة 2010 ما كانش فرص مثل هاي الفرصة متوفرة للطلاب في 2010 وعدد طلاب اللي كانوا ينخرطوا في المكاتب محمى الكبار في تلبيب كان عدد جدا ضئيل وبنعدوا على صابع فاليوم هاي التجربة وهو البرنامج تعاون كفمشفي بيعطي فرصة كبيرة للطلاب وبيفتح باب كبير للطلاب أن ينخرطوا بمكاتب المحمى وطبعا هذا بيعطي فرص متعددة بعدين للانخراط ويعرفوا شركات طبعا مكاتب المحمى الكبير هي الزبائنة ومي من الشركات الكبار ويعطي فرصة كبيرة للطلاب يتعرفوا هاي الأهل مجال مركز تبع هاي التخنيط عنا بالمكتب هاي مش أول مرة احنا بنشتك فيها هاي لنا تاني سنة والصراحة تجربة كتير ممتعة هاي مش أول تجربة إلنا هذيك السنة كمان كنا موجودين بالمشروع والصراحة كانت تجربة كتير ممتعة فيها إثراء لإلنا للمكتب للطلاب فيها صراحة يعني إمكانية إنه نساوي اندماج ونقدم الاندماج تبع الطلاب العرب بالمكاتب الكبيرة بتفتح أبواب للطلاب العرب بتفتح أبواب للمكاتب برضو نتعرف على الطلاب العرب ونتعرض لإلهم بمشاريع تاني ما كانش الإشي موجود ما كانش الإشي ممكن وأنا كتير مبسوط أنا واحد من الناس اللي بالمكتب كل الوقت بجرب أشدد وأشتغل عايش الشغلة اللي هي نجرب ندمج أكتر عرب بمجالنا ونجرب نوصل للناس الكفول ممكن ييجوا يساعدوا ويندمجوا بشكل كتير حلو بالمكتب